قناة اخبار النبوم اذا عجبكم الفيديو ياريتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات وياريتشاركوا الفيديو مع اصدقائكم وشكرا لدعمكم حتى وصلنا لمليون مشترك حرصت الفنانة والمزيعة المصرية صفاء ابو الصعود على تقديم واجب العزاء في المنتج الراحل سمير خفاجة مع عدد كبير من الفنانين ويعتبر هذا احد الظهور لها في ستمبر 2018 حوالي سبع شهور كده صفاء ابو الصعود ظهرت خلال تأدية العزاء بدون اي مكياج ايه الصور بتاعتها خلال تقديم واجب العزاء في سمير خفاجة في ستمبر 2018 ايه رأيكو تغيرت كتير ولا لسه محتفظة بجمالها وشبابها ايه صفاء ابو الصعود ومثالة قديرة طبعا من ناحية اخرى هنأت شهد رمزي صديقتها نادير كامل ابنة الفنانة صفاء ابو الصعود والشيخ صالح كامل على قدوم مولودتها الأولى شهد رمزي نشرت صورة من داخل المستشفى عبر صفحتها الشخصية بموقع انستجرام وعلقت عليها وقالت عمر المليجي رزق بمولودته الأولى اليوم مولودتي الثانية حبي لك هو نفس الحب الذي احمله لليالي احبك يا حبيبتي بارك الله فيك شهد رمزي عندها ليالي فدي اعتبرتها انها بنتها التاني وكانت نادير قد احتفلت بزفافها على رجل العمال عمر المليجي في الحفلة الذي اقيم في فندق أولد كتراكت بمدينة أسوان وحضره عدد كبير من نجوم الفن ده عمر المليجي مع عرصته نادير بنت صفاء ابو الصعود والشيخ صالح كامل صفاء ابو الصعود مولودة 9 اكتوبر 1950 ممثلة واعلامية مصرية يعني حوالي 69 سنة بدأت حياتها بالالتخاق بمعهد الكونسر فتوار وحصلت على الدبلوم من المعهد عام 67 وبعد ذلك حصلت عام 72 على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الاخراج وشاركت في العديد من الاعمال السينمائي هنا في شبابها صورة ناديراليا وهنا مع عاد الإمام أحد الأفلام ما لا يعرفه الكثيرون أن الفنانة الاستعراضية كانت تخشى تسجيل أغنية أهلا بالعيد خوفا من مقارنتها بأم كلسوم التي غنت يدلت العيد كما صرحت في حوار قديم أن الأغنية تم تصورها قبل العيد بيومين فقط بالقرب من جامعة القاهرة وداخل حديقة الحيوان كانت أغنية مشهورة ولزارة الغاية دلوقتي مشهورة بتتألف العياد في منتصف الثمانينات التقت برجل الأعمال السعودي صالح كامل الذي كان يمتلك حينها شركة للإنتاج الإعلامي بالرياض يعني العالمين الشيخ صالح كامل جم بمراته صفاء أبو الصعود وظل يراكبها فترة إلى أن طلب منها الزواج فعتزلت صفاء الحياة الفنية بناء على طلبه وتفرقت لبناتها السلاس هديل وعصيل ونضير دي نضير صالح كامل ودي هديل بنت صفاء أبو الصعود صالح كامل ودي أصيل هني واحدة فيهم تشبهها أكتر شاركونا في التعليقات وده الشيخ صالح كامل طبعا معروف وتقول صفاء أبو الصعود عن قصة تعارفة بالشيخ صالح كامل بالنسبة لقصة تعارفة هي تحكى في مجلدات وليس في حوار لكني سأكتفي بأن أقول أن الشيخ صالح كان ينتج للعديد من الفنانين وهو كان في ذلك الوقت صاحب شركة إنتاج إعلامي بالرياض وكانت هذه الشركة تنتج أعمالا بالتعاون مع عديد من الفنانين المصريين وأنا كنت من ضمنهم وبالطبع هو كان يراقبني من بعيد ويراقب تصرفاتي مثل أي شخص يرغب في الزواج بفتاة وكان يعرف اسلوبي وتصرفاتي وأخلاقي جيدا ووجدني مناسبة له كزوجة ومن هنا تم الزواج هنا صور متفرقة وهي معاه في مناسبات وتعتبر صفاء أبو صعود من أسرياء الوسط الفني وهذا ما كشفه بلاغ صابق تقدمت به للنيابة تتاعم في خادمتها بسرقة مجوهرات قيمتها 25 مليون جنيه مبلغ ضغط طبعا حيث كتب البلاغ في 14 صفحة ليصف 219 قطعة مجوهرات سمينة هذا بخلاف استخدامها لطائرات زوجها الخاصة للسفر من دولة إلى أخرى حيث تعتبر أول فنانة مصرية تستقل طائرة خاصة حققت نجاحا باهرا كإعلامية مع زوجها في شبكة تليفزيون العرب الـ ERT وقدمت لأول مرة برنامج تليفزيوني بعنوان ساعة صفا تمكنت خلاله من الكشف عن خبايا وأصرار الكثير من النبوك هنا في أحد حلقات برنامجها ساعة صفا الشيخ صالح كامل وقد احتفلت الفنانة الكبيرة والإعلامية صفاء أبو صعود بحفل زفاف ابنتها عصيل ابنة الشيخ صالح كامل مالك قنوات الـ ERT ودور أيمن وزالج أوبروي مينهاوس الهرب وأحيا الحفل النجم اللبناني راغب علامة وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على الحضور وتقديم التهنئة للفنانة الكبيرة صفاء أبو الصعود حيث حضر الحفل كل من سهير رمزي وسمية الخشاب وغاد عادل وزوجها المخرج مجدي الهواري وفيفي عبده والنهاية العنبر وعدد آخر كبير من الفنانين بالإضافة إلى الإعلامية بوسي شالبي التي حرصت على الوقوف مع صفاء أبو الصعود طوال حفل الزفاف لاستقبال الديوف نظرا لعلاقة الصداقة الشديدة التي تجمعهم حيث عملت بوسي شالبي لسنوات طويلة بمجموعة قنوات الـ ERT التي يمتلكها الشيخ صالح كامل هنا العروسة عصيل والعريس الدكتور أيمن هنا صفاء أبو الصعود وأحد أقاربها هنا فيفي عبدو وبوسي شالبي وعدد كبير من النجمات بوسي شالبي وغاد عادل ولحظة لقاء هذه العروسة عصيل طبعا تورتة الفرح تاع خمس ست دور هذه العلمية بوسي شالبي وسمية الخشاب هنا وفايا الكيلاني وبوسي شالبي وسمية الخشاب هنا صفاء أبو الصعود وبوسي دي تورتة الزفاف العروسة عصيل من ناحية أخرى أقيم مساء الجمعة 24 فبراير 2017 بقعة النيل للأباء الفرانسيسكان بوسط البلد حفل افتتاح مهرجان المركز الكاسوليكي المصري للسينما في دورته الخامسة والستين وتم تكريم عدد كبير من نجوم الفن وكان من ضمنهم الفنانة صفاء أبو الصعود والتي اعتلت باطلالة عنيقة وظهرت محتفظة بجمالها المعروف عنها هنا من حوالي سنتين ثلاث سنين كده ظهرت محتفظة بجمالها أيضاً ظهرت الفنانة صفاء أبو الصعود بعد سنوات من الغياب في 7 نوفمبر 2016 في عرض أزياء مصنم الأزياء بهيج حسين فبرأيكم هل تغير شكلها كثيرة؟ هنا وهي بتستلم تكريم بتاعها من حوالي ثلاث سنين إذا عجبكم الفيديو ريتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات وشكراً لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين شكراً لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة